السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة حلقة جديدة من حلقات القناة النهاردة عرضنا ليكم حلقتين حلقة بس مباشر وحلقة كانت مهمة منذ قليل وكانت تغطية لكلام الشيخ الجهري يعني تابعوا هذه الحلقات وتعالوا النهاردة نتكلم عن موضوعنا المهم في هذه الحلقة كلمتكم مبارح في حلقة الرئيسية وقلت لكم عن الحاكم لما تكلمت عن عام 1979 إن هو أهم عام على الإطلاق وتابعوا الحلقة دي كانت حلقة مهمة جدا جدا وقلت لكم إن في هذا العام في حاكم عربي وقلت لكم إن الحاكم العربي ده كان من سوريا كلكم عارفين وأبو بشر وماذا فعل وحدث معه مثل ما حدث مع فرعون موسى وهو عمل زي ما عمل فرعون وناس قالت إزاي كلام ده كلام موجود وحصل وما حدث سنة 79 كان أمر موسق حتى إن ناس بعثت لي في التعليقات وقالت لي إن فعلا إحنا أدركنا هذا هذه الحادثة وما كناش عارفين السبب ليه هو بيعمل كده إحنا عايزين نقول لكم إن البحث عن المهدي والرعب من ظهور الإمام المهدي وما خفية كان أعظم حاجات كتير جدا جدا بتحصل والناس مش حاسة وطبعا معظم العالم العربي الإسلامي مغيب إلا من رحم الله ومشغولين بالأكل والشرب والمباريات وكرة القدم وما غير ذلك ومش فاهمين إن إحنا في الأيام الحاسمة حتى كمان تأويل الرؤى اللي تخص الإمام المهدي أو حتى الرؤى التي تخص آخر الزمان بقى مصير المعبر اللي يقوم بتفسير الرؤية أو عرضها إنهما يسجنوا ويعني اللي حاصل في بلاد الحرمين خير دليل على هذا الأمر لكن الله سبحانه وتعالى سيتم نوره بإذن الله بعز عزيز أو بيذل زليل حتى إن الشيوخ اللي مش بيتكلموا عن المهدي واللي خايفين من ظهور الإمام المهدي بقى بيطلع لهم الإمام المهدي في الرؤى زي النهاردة الرؤية الغريبة جدا جدا لأحد أشهر الدعاء في الوطن العربي هو من دولة عربية لكن طبعا يعني غير مناسب إن أنا أقول هو مين بس أنتو هتعرفوه من طياط الكلام بتاعي هذا الشيخ الداعية لا يتكلم عن المهدي وكلامه عابر عن أحداث آخر الزمان راجل ليه تلاميذ وراجل مشهور وصلت لينا هذه الرؤية من التلاميذ لأنه طبعا لم يعرضها على العامة لأن انت عارف المصير بيبقى إيه والله اللي حصل للشيخ سلمان العودة كان يعني أعتقد إن اللي عمل فيه كده كان من ضمن أهدافه إنه هو يخلي الشيخ سلمان العودة عبرة للي يفكر إنه هو يشوف رؤية أو يحلم حتى الأحلام بقى فيها محظورات المهم هذا الشيخ الداعية لما رأى هذه الرؤية حكاها للمقربين من التلاميذ ووصلت إلينا عن طريق المقربين ويعني استودعوني أمانة الله ألا أذكر اسم هذا الشيخ لكي لا يحبس باختصار عشان محدش إنه هو يأذي فاستأذنت منهم وهذا هو المفروض اللي يتعمل إن أنا أقول هذه الرؤية من غير مذكر اسم هذا الشيخ طبعا الرؤية وهقولها لك شافة ومش مكتوبة كانت عبارة إن الشيخ كان يجلس في مجلس العلم بتاعه قاعد في مجلس العلم بتاعه ووسط التلاميذ والمقربين وكان من بينهم رجل ملسم يعني مش مبين وشه كان من بينهم رجل يعني يخفي وجهه والشيخ بيقول الدرس فاستأذن هذا الرجل الملسم وقال له ليه يا شيخ مش بتتكلم عن الإمام المهدي فالشيخ فعلا مش بيتكلم عن الإمام المهدي في الحقيقة يعني بعيد عن الرؤية فقال له الشيخ أنا ما بتكلمش عن الإمام المهدي علشان خاطر إن هو من القضايا الفرعية وهذا ليس زمن الظهور فأكل ده في الرؤية فقال له الرجل أنا المهدي وكشف عن وجهه وقال له إني المواصفات الخلقية تنطبق علي وأنا الإمام المهدي وهذا هو زمان ظهوري وإنني سأظهر في وقت قريب لكي أعيد لهذه الأمة مجدها وعزتها فقال له الشيخ الداعية لو كنت أنت الإمام المهدي فما أمارتك إيه الأمارة بتاعتك فأراه خاتم النبوة بين كتفيه زي جده النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ الداعية يقول بالرغم إن في الواقع إن المهدي مش هيقول على نفسه إن هو المهدي وإن ما فيه وختم النبوة ده مش موجودة عند المهدي إلا أنني خرجت من الرؤية وعندي إحساس أنها رؤية حق ده كلام الشيخ وحكاها للمقربين طب إيه تأويل هذه الرؤية؟ تأويل هذه الرؤية ظاهر جدا أننا في زمان الإمام المهدي وأن المهدي على وشك أن يظهر وإن الشيوخ اللي بيطلعوا يتكلموا عن الإمام المهدي أن هذا ليس زمانه معظمهم مع احترامي والله لا أهدمهم معظمهم في هذا الجانب المفروض يرجعوا الحديث ويبقى عندهم دراسة أكبر من ذلك وخير مثال هذا الرجل الشيخ الداعي يعني أنا عايز أقول للشيخ ده مش هذكر اسمه إيه والكلام ده أنا قلته للتلاميذ أو الشخص اللي هو من تلاميذه المقربين قلت له وصل الكلام ده للشيخ فلان اللي هو الداعية قل له وهو يعرفني بالمناسبة هو يعرفني قل له أن معرفة أننا في زمان الإمام المهدي لا يحتاج إلى رؤية قدر ما يحتاج إلى أن تعيد النظر في دراسة أحاديث الإمام المهدي وإسقاطها على أرض الواقع قلت له كده بالنص إحنا أحباب ما بنقول لكم رؤى وسامحوني أنا بتكلم بصعوبة لإني تعبان وعندي دور برد جامد وادعولنا دونا دعوة حلوة كده وإحنا في العرض الأول مع بعض بارك الله فيكم فالحقيقة فعلا إن الرؤى إحنا بنعرض إحنا أكتر ناس بنعرض رؤى وإحنا عندنا القناة التانية لتأويل الرؤى وطبعا القناة التانية شبه وقفة إدعولنا كده هون إيه يتفك من عندها الحظر اللي عليها وأنا بقول يعني القناة التانية عشان الناس اللي بتسأل عليها حظر مش هينفع نعرض عليها لغاية ما يتفك الحظر اللي عليها في المشاكل اللي فيها يعني فإدعولنا دعوة حلوة كده هو إحنا النهار ده هو يعني دخلين على وقت الصحر فإحنا أكتر ناس بنتكلم عن الرؤى لكن عارفين كويس جدا الرؤى يستأنسوا بها ما لا يبنى علي الحكم الشرقي يعني تخيل لما جلست مع أحد الدعاء والله لا أنسى هذا الموقف من فترة تقريبا من سنة وكان هذا الرجل من الدعاء وقلت له يا شيخ سؤال مباشر هل نحن في زمان المهدي فقال لي لا لسنا في زمان المهدي ورديت عليه قلت له طيب هل السياق النبوي وسياق الأحداث كان لسه كمان ما حصلش غزة وأحداث غزة والكلام ده كل يعبر أننا لسنا في زمان المهدي فقال لي لا ده لسه بدري والله على ما أقوله شهيد الموقف ده حدثا فعلا وجلست معاه لمدة عشر دقائق أتكلم معاه وقل له الحديث والحديث اللي بيقول كذا وله شاهد في الضعيف والضعيف له شاهد في الصحيح فخرجنا من هذه الجلسة الأعدادية وقال لي ده يبقى كده إحنا في زمان المهدي والرجل ده من الدعاء من الدعاء والله وراجل قديم أقدم مني في الدعوة يعني بقاله جي 30 سنة في الدعوة أقدم مني في الدعوة فسبحان الله يعني الشيوخ أعتقد والله أعلم وهذه نصيحة وعندي اعتقاد بل أنا شبه متأكد إن معظمهم بيسمعوني عيدوا النظر في قضية حديث الإمام المهدي إحنا مش بنتكلم معاكم بهوى ومش بنتكلم برؤى فقط لا ده الرؤى بتؤيدها الواقع وأنا عندي ليكم بكرة بإذن الله حلقة مهمة جدا جدا هكلمكم فيها مفاجأة خليها بقى إيه خليها مفاجأة يعني فيه رؤية مشهورة جدا هنعيد تفسيرها طبقا للمعطيات الحديثة يعني رؤية فصرتها كذا مرة هعيد تأويلها من جديد لإن فيه تطورات حدثت من جديد بأكد عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناة الجديدة والرابط موجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت بارك الله فيكم لا تنسونا من صالح الدعاء القناة أنا لازم أقولي الكلام ده قبل ما أختم القناة عندنا فيها مشكلة كبيرة وفي ضغط كبير علينا لازم تدعوم القناة احنا كل هدفنا الاستمرار معكم إلى الأيام الحاسمة بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر